أما الآن فمع ثالث فقرة من فقرات حفلنا الإنشادي مع فرقة ساق الكوثر أيها الشباب الصاعد المنصة لكم فأسقونا مما عندكم ولنستقبلكم بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم تبارك لكم فرقة ساق الكوثر ميلادي أبطال كربلا وكذلك تبارك لكم حلول شهر البركات شهر شعبان شهر علي بن أو شهر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسرها أن تشارككم هذه القصيدة من كلمات من كلمات شاعر أهل البيت محمود لعجيمي وكذلك الشاعرة شاعرة أهل البيت زهراء عاشور أفلح من يصلي على محمد وآل محمد اللهم صلى 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 على محمد يا حسين يا عباس يا زين العباد يا حسين يا عباس يا زين العباد يا حسين 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شهرا مليئا بالحفاوة والمنا لما تأرخ لشامة مولدا بسم الكفوف إلى الحسين مدونا قدر الله للأخوين حكمة مثل عين لعين ليضيء على خلقه هديه من سنة مشرقين قدر الله للأخوين حكمة مثل عين لعين ليضيء على خلقه هديه من سنة مشرقين ثم بابن الحسين بلغ العابدين بهدى الساجدين للسما الغيرا للورا قمرا قمرا نورهم أزهرا للسما لضوء رحيق متهدي يشرق في القلب المشتاق يتأرجح حلما أو أملا للقائك يزهد فاق خذني طيرا خذني عمرا كم أضناني طول فراق أنا يا عباس بلا وطن يا وطن الحلم الرقرا يا أبا الفضل خذني يا من القلب الجريح وليه روحي إني كل أحلامي ضريع ميلادك الأبهاز هاي ابن الهدى والضوء أشرق والزمان توردا اليوم تازوا بالمكارم كربلا وصباحها ألق الجمال موردا وضريحك الممشوق من عبق السنة وسنك إذ يضع البياض السرمدا ما أروع الأجواء تلك بكربلا وما أحلى المول متمردا وأنا بين شوق كبير ليتني كنت طيرا أطير أرتني في رحيق الضريع أتنا الشاق عطر العبير وأنا بين شوق كبير ليتني كنت طيرا أطير أرتمي في رحيق الضريع أتنا الشاق عطر العبير أنت كل الهدى يا جمالا بدا خافقي زغردا بالسلام هدفوا عدي ليقا فاشتياقي رقا والهوى رقرقا بالغارة أهلا بيت رسول لله حبكم خطم من الله فيه حراني أن ينسلهم كفاكم من عظيم مشاني أنكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لإنشادكم ولا غابة حناجيركم سقاكم مولاكم من نهر الكوثر إن شاء الله نسأل الله لكم التوفيق والسداد